نبدأ بها أستاذ جميل فرق الضغط يا كريم يكشف لك الفرق ما بين الضغط المنظم المحترف والضغط اللي اللعيبة بتحاول لسه تفهمه كان أشبه مع كامل احترامنا للزمالك وفرقة الزمالك وجماهير الزمالك وإسوريو الضغط النقاردة كان ضغط هو بشكل بشع الشوط الأولاني للزمالك الضغط يبين لك فرق الضغط ما بين الاتنين ضغط هنا بنفس العدد من اللاعبين في نفس المناطق الضغط العالي والضغط العكس بيقول لك الفرق ما بين الاثنين وبيقول لك فرق المستوى ما بين الاثنين في حالة الضغط ورقم مهم جدا وإحنا بنشغل الحالة الأهلي عمل 14 محاولة ضغط تعالي الشوت الأول استخلص الكرة كم مرة 9 ده رقم في الكرة ما بيحصلش تعال نشوف الأهلي الأول هيعمل ايه بعد استعدت الكرة هنا الكرة مع الزمالك هيرجع بيرسي تاو والواجبات الدفاعية المعتادة من بيرسي تاو أجنحة النادي الأهلي هيستعيد الكرة خد الكرة بص بقى الزمالك أنا بيضغط بكامل عيبة كريم ثلاثة هيجيله مواحد رابع دلوقتي هيجيله مواحد رابع هينزل تحت عشانا بعملت الضغط بقى ستة بيضغطوا خروج سالس جدا للأهلي بالكرة تحت الضغط يتحول لهجبة مرتدة للأهلي هنقل لك بعد الكرة دي ما تنتهي بعد الخروج من الضغط في مساحة دايقة جدا للزمالك هوريك هتلي بقى الكرة بتاعت الضمالك بعدها ووقف هنا بص كريم الضغط هنا المساحة هناك كانت دايقة جدا لأنها على الخاص للزمالك وللأهلي والأهلي عرف يخرج بالكرة تعال بص هنا بقى الفرق هنا الضغط مساحة واسعة جدا اللعيب لسه ما تعملش عليه الضغط بص الفرق كمل كمل العب الكرة بص هنا الضغط بتلت لعيبة بس في المساحة دي كلها الأهلي بياخدوا الكرة وبالعبها بعد كرة الكهرباء اللي نازل بيعمل عملية الضغط وخرج بره منطقة الثمانتاشر علشان يدخل وراه حسين الشحات هو اللي يعمل عملية الترحيل فرق كبير جدا الكرة دي بقولك اتكررت 14 مرة في الشوط الأول بس الأهلي خد الكرة من ضغط عالي 9 مرات ده رقم بيعبرك حناكتين جودة الضغط العالي الممتاز عند النادي الأهلي وكرسة عند الزمالك في الخروج بالكرة في الشوط الأول 9 مرة بفقد الكرة تحت الضغط من 14 ده رقم كارسي في المقابل الزمالك لما تحسن الشوط التاني خد عمل الضغط العالي ده لما تحسن الزمالك خد الكرة مرتين من 8 عظيم جدا